اشتركوا في القناة حد بين السادس والخامس عشر من مارس الفين وتسعة عشر اصدرت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس في ساعة متأخرة من مساء يمس حكما قضائيا في قضية المتهمين والمحالين فيما يعرف بقضية الرضع ويقضي هذا الحكم بسجن متهمين اثنين ثمانية اشهر وعدم التتبع في حق متهم اخر هذا كما تم الحكم بدفع تعويذ عن الضرار المعنوي لكل عائلة بمبلغ ثلاثين الف دينار في شأن التربوي وفي ندواتنا الصحفية عقدتها الجامعة العامة للتعليم الاساسي تتنزل في اطار ما وصفته بالرد على البلاغات والتصريحات المتتالية لوزارة التربية والتي تضمنت وفق تقديرها تهديدا وتخويفا للمدارسين وعدت مغالطات تمس من واقع المدارسين قال الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الاساسي نبيل الهواشي ان وزارة التربية تحرص على ضرب العملية التفاوضية وبين خلال الندوة الصحفية اليوم انه لم يحصل اتفاق بخصوص تطبيق اتفاق السادس عشر من نوفمبر خطوات انطلقت بالامس ردا فوري على التصريحات اعتصامات واليوم اجتماعات تنعقد في مختلف دور الاتحاد ستتوج بمسارات ثم اعتصامات ايضا القطاع شعر بالاهانة وشعر بالاذاء ولذلك تحرك على عين السرعة كما يقال وبشكل فوري ورد ومازال الردود متواصلة وستستمر الى نهاية هذا الاسبوع وبداية الاسبوع القادم حيث سنعقد هيئة ادارية قطعية سندرس فيها الوضع جيدا بكل هدوء وبكل روية وسنتقد ما نراه مناسبة من الاجراءات الحامية لكرامة المربين والمدافع عن حقهم في تفاوض يفضي الى التحقيق الادنى من المكتسبات التي يتأملها المعلمون والمعلمات اما استهداف المديرين من خلال سحب الادارات فقد ركز تركيزا لافتا على النقابيين وعلى النقابيات عدد 40 نقابي من بين 150 في ذل صعوبات عدة يواجهها فلحوا منطقة الاكتفى من معتمدية أسبيخ بالقيروان وسعي لتيسير عملية ترويج محاصيلهم وضمن تسويقها تم احداث شركة تعاونية للخدمات الفلاحية شركة ستكون بمثابة الوسيط الذي يسهل مختلف الخدمات التي يحتاجها الفلاحة منطقة الاكتفى بمعتمدية أسبيخة تعرف بمنتجاتها الفلاحية المتنوعة يشك فلحوها جملة من العرقيل أبرزها تسويق منتجاتهم وتوفير الأسمدة والأعلاف وهم يطالبون بتجميع جهودهم في إطار قانوني يكفل لهم تجاوز هذه الصعوبات وهو أحلمهم يتحقق اليوم بأحداث شركة تعاونية للخدمات الفلاحية المنطقة هذه معروفة معناتها منطقة فلاحية المنتجات الكل تقريبا معناتها اللي يحتاجها للمجتمع معناتها متوفرة لهنا الاسمدة مفقودة وكي ترقاها ترقاها بأسعار معناها مضعفة غادمة مضعفة لازي ما توزدهاش لازي ترقاها بأسوام بأسعار معناها خيالية حبينا نقضيه على اليد الوسطى اللي تتعامل مع الفلاح اللي معناها كذلك هناك مشاكل وبرشة ضغوطات على الفلاح قلنا علش ما نكونوش واسطة احنا تكون هكيكا تسهل على الفلاح في تسيير الأمور متاعه وتسيير الخدمات متاعه الشركة التعاونية خيرات الاكتيفة التي تم المصادقة على نظامها الأساسي وانتخاب أعضاء مجلس إدارتها ستوفر جملة من الخدمات للفلاحين وتساهم في تثمين منتجات الجهة وحل الإشكاليات التي تعيق المنتجين إن شاء الله اليوم وقع تأسيس شركة جديدة شركة التعاونية الخيرات البلد احنا كاتحاد موجودين وعندنا شكول متكلف حتى على مستوى وطني على الشركة التعاونية ومستعدين بش نعاونوهم فيها إفادة كبيرة ويتجاوز عدد الشركات التعاونية بولاية القيروان أكثر من أربعين شركة تعد رافضا للتنمية في الجهة وتساهم في النهوض بالقطع الفلاحي وحل الإشكاليات التي تعترض خاصة صغار المنتجين انطلقت بأغلب وحات ولاية كبيرلي وبالخصوص برجيم معتوق عملية تدلية العراجين وهي المرحلة التحذيرية لانتلاقة موسم حماية صابة التمور شهدت وحات الجمعتوق من ولاية كبيرلي تقدما ملحوظا في عملية تدلية العراجين أو بما يسمى التعديل وهي مرحلة مهمة للحفاظ على صابة التمور وحمايتها من آفة عن كبوت الغبار وتسهيل عملية مدواتها هذه فترة التعديل لكن وصلنا تقريبا إحنا هي 60% من فترة التعديل نعجرون بعد مارزا شوي نهبطوه وننوجهوه ثانية بدزود على بعضهم ولا ثلاثة نفرقهم بعضهم باش كنجي الرقب للعجرون نشوف كان فيها عن كبوته ولا حاشر وحال وفي الدواية ثانية سهالة في الدواية مش كما نفرق كما بعضها عندنا انطلقنا في عملية تلقيق الشهر مارس متابعة دورية العمليات للإستعداد لموسم الجني عملنا أيام التحسيات وتوعاوية وحملات ميدانية وضيعات متابعة في مخصص عملية المدوات بخاصة الوقاية ضد عن كبوت الغبار واعتبر فلح رجيمعتوغ أن مؤشرات هذا الموسم تبدو وعدة خاصة على مستوى جودة المنتوج بالنسبة للصابة ربي يبارك الميلاد متوفر الجودة موجودة الكاليتية من عزم فم في جهة كبلي كاملة معناها كما تكتفت الجهود بين جمعيات ومؤسسات الدولة والفلاح في عملية رش النخيل بمادة البخارة للوقاية من مخاطر عن كبوت الغبار حملة وقائية مدوات فترة أولى وبعد فترة المفارزة حملة ثانية وقائية بالنسبة للدولة الفلاحة عاملة مجهودها لا نشكر لا نشكر هذا هي واقع عاملة مجهودها الأكثر ممكن تجيب للمجمع المياه في المناطق كل منطقة فيها مجمع تجيب لها في البخارة كل واحد حسته بالتعريف المخفضة تمت الحمد لله العملية المدوات الأولى كما تعرفون منطقة ترجمة واحد ترجمة واحد صحراوية ذات مناخ صحراوي جيف عند خصوصية معينة أول كانت العملية لولا في آخر ماي وانطلقنا في العملية الثانية بداية معناها منشتر جواء ونحن رجعين تزامنا مع عملية التدليا نقوموا بعملية المدوات الوقاية يتدعى عن كبوت الغبار هذا وقد شهدت مختلف وحات كبلي عملية جهوية الفلعب كبلي 46 طن من هذه المادة لفائدة الفلاحين تم رشو على 38 مليون عرجون من دقلة النور وفي مساحة تقدر ب38 ألف هكتار مستنقعات وحشرات ونموس ودرجات حرارة مرتفعة مشهد يعترضك في مدينة بينجردان ذات الكثافة السكنية العالية ومعه تعالى تصوات المواطنين المنادية بحل جذري في غياب واضح لتدخل الصلة المحلية التي تشكو نقصا في الإمكانيات في مدينة بينجردان في واحد من أكبر أحيائها كثافة سكنية مستنقعات مياه وتجمعات لمياه نراكدة ومتأتية ومتجمعة جراء عدم انتهاء أشغال مشروع حماية مدينة بينجردان من الفيضانات فباتت هذه الأماكن مصدر انتشار للبعوض والنموس ما أقلق راحة المواطنين بشكل يومي دنيا خمر والوناس قاعد يخدم فيها جو العام حامتني وحالة خامرة وشواشة اللعبات بش تهبلها الوشواش ذر صغار في سبيترات ميزيريا كحلة حالة لا يورث لها تشوف ملوطة دود أنا ينغش فيه الليل ونهار تود الناس والله ما حد راكد في ديار نعموش وشواشة هذه كنتك في الليلز حاجة حاجة خيالية مطلوبة خد شوفوا نحل هالكارثة اللي نعانوا فيها وسواشة يسر وسواشة يسر يسر بصراحة عندنا الوشواشة عندنا زاد البعوث برش حشرات المهم الأجارة مطلوبة لنظافة وكو مطلوبة لنظافة البلدية توقف وقفة لنظافة أكثر من الأقل الصلة المحلية بمدينة بنجردان أكدت من جهاته هذا الإشكال مشيرة إلى برمجتها لجملة من التدخلات للمدوات في هذه الأماكن وغيرها هم جوا عبروا ونحن قبلنا سبقناهم وبدأنا منها في الحملة وإن شاء الله منها متوسطة إلى منها يتم القضاء على هذه الحشرات السامة لأن هذه الأماكن بدأنا سعب حي المطار لأنها فيها عديد منها النقاط وبرشة لا يشكت منها وثم نتلقوا لعمادات ونتم نقاط السوداء لننقلوا على إن شاء الله إلى جانب النظافة المتوسطة منها اليومية في الشأن البلدية إن شاء الله نعرف سنة سنة 23 هي سنة النظافة أخيرا تم عقد جلسة برئيس سيد ولي مدنين في الولاية وعلى أثرها انطلقنا في الحملة منذ شهر رمضان بدأنا بالمعبر الحدود للسجدير ثم انطلقنا وإعامات السياح وحاليا تم عقد جلسة يوم الخميس للفارض لمدوات البعوض النمو نعرف سبق المطار آخر مرة وتكاثر الحشرات قمنا بحملة ستنائية متوسطة بحول الله في مدينة بن جردان هذا الإشكال المستجد عمق من إشكالات بيئية حقيقية تعاني منها المدينة منذ سنوات بانتشار المصبات العشوائية للفضلات مقابل محدودية الإمكانات البلدية والمحلية لمجابهة هذه الإشكالات افتتحت بدار الثقافة إبراهيم الرياحي بتستور دورة الثالثة للصالون الجهوي لنواد الفنون التشكيلية والتي تم خلالها تكريم الفنان التشكيلية حياة المدب الجاسبي وتتشين معرضها الخاص على هامش هذه التظاهرة معارض فنية وأخرى لأعمال نواد الفنون التشكيلية من نحت ورسومات وخزف ورسكلا وغيرها إلى جانب الورشات والمسابقات الفنية تلك أبرز فقرات الدورة الثالثة للصالون الجهوي لنواد الفنون التشكيلية بالمؤسسات الثقافية بولاية باجا التي انتظمت بدار الثقافة إبراهيم الرياحي بتستور في حلتها الجديدة الصالون الجهوي للفنون التشكيلية بيدور الثقافة بولاية باجا في دورته الثالثة الدورة هذه كل مرة نسميها باسم فنان تشكيلي أثناء باسم الصيدة حياة القسمي المدب القسمي هي فنينة تشكيلية منذ ثمانيمائة وأصيلة تبريد بيجا وكاتبه وشعرا فقرات متنوعة يهم الأكثر نحبوا اللمة هدية لما لرويد دور الثقافة اللي يشتغلوا عام كامل على الفن التشكيلي أنا نحب نكمل في الهواية ذي خاطرها هي هيوية المفضلة وأنا نحبها برش فما تطور ندعو إلى أن تتوالى وتتقارر مثل هذه التظاهرات الثقافية ليس لنا أن نواجه هذا الوضع بكل سلبياته إلا بالثقافة وثقافة الجاد تكرم الفنانة التشكيلية حياة المؤدب القاسمي وتتشين معرضه الخاص على هامش هذه التظاهرة مثل مناسبة لاستعرض تجربة ومسيرة هذه الفنانة التي تجاوزت النصف قرنة في مجال الفنون ورسم خاصة مما كانها من إنتاجات فنية وتشكيلية هامة نشكر المندوبة الجهوية للثقافة اللي هي اللي تكفلت باش يكونوا لوحاتي موجودين وكتبتي وكل موجودين ونشكر باجة وولاية باجة والباجية وكل إطارات الباجية اللي يعفوني نايا وفرني في باجة عدد من الشباب ورواد دور الثقافة الذين شاركوا في هذا الصالون شددوا على أهمية مثل هذه المناسبة لتقديم إبداعاتهم أمام لجنة التحكم المختصة تساعد مع اختيار أفضل الأعمال لتمثيل ولاية باجة في فعاليات الصالون الوطني لنوادي الفنون التشكيلية للمؤسسات الثقافية ختم نشرتنا مشاهدين الكرام شكرا على حسن المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر